وقال خالد بن دريك كما في سنن البيهقي قال كان لنا إمامٌ في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليالٍ مرة فمرض إمامنا فأمَّن رجلٌ غيره فختم بنا القرآن في كل أربع ليالٍ مرة فرأى الناس أنه خفَّف عليهم الأول يقرأ عشرة أجزاء في الليلة والثاني قرأ سبعة أجزاء ونصف فرأى الناس أن الثاني صلاته خفيفة وقال السائب ابن يزيد كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة القيام يعني بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام اليوم ربما أطول إمام يطول في القراءة يقرأ جزءاً واحداً ولا تستغرق الصلاة كلها مع قراءة هذا الجزء لا تستغرق أكثر من ساعة إلا ربع أو قريباً من ذلك ومع ذلك ربما يتكاسل بعض الناس ربما وإن كان الأكثر من فضل الله أنهم يصلون مع الإمام حتى ينصرف